فلاحيا دائما تعد منطقة سيدية لزرق بزمور ولاية غلزان واحدة من المناطق الرائدة في إنتاج أجود أنواع الفلفل إلا أن الفلاحون في مقابل وفرة الإنتاج وجودته يتخوفون من عدم استقرارهم بالمكان نظرا لصعوبة مدهم بترخيص بناء سكانات بالمنطقة حمزة زروقي ونجمة بوكرش يفصلان في الموضوع منطقة سيدية لزرق التابعة إقليميا لدائرة زمور بولاية غلزان واحدة من المناطق الرائدة في إنتاج الفلفل وبأجود أنواعه بهمة سواعد فلاحية المنطقة وعامل خصوبة التربة وتوفر الماء واليد العاملة وصل إنتاج الهكتار الواحد هذه السنة ثمانون قنطار هدف الفلاحين هو الاستقرار في أراضهم الفلاحية الذي واجهها غياب مساعدة الدولة في مد ترخيص البناء وتدعيم الفلاحين بسكانات ريفية تعزز استقرارهم في أراضيهم وتطوير الإنتاج تغطية السوق المحلية وتطوير الإنتاج تنويع النشاط الفلاحي والإنتاج في شعب أخرى كإنتاج العنب وأشجار مثمرة لرفع الإنتاج وتنوية القطاع الفلاحي مرهون بمدى بقاء واستقرار السكان بأراضيهم